فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة يا صباح الخير يا صباح الفيل ولياسمي كيفكم صبايا شو اخباركم شاء الله تكونوا بألف خير يا رب انتم عم تشوفوا فيديو اليوم اهل وسهلا فيكم كلكم نورتوا قناتي اهل وسهلا بالصبايا الاجتادي اللي انتم قلت لقناتي جديد ترحب فيكم من وين ما كنتوا عم تتابعوني ونصبايا عم ضبضي بالغراض لانه نسافر على اسطنبول اهلي اجوا من سوريا بحبيتك اعملهم زيارة باسطنبول وكمان حاجزة مزرعة بصبانجا فقلت انه بروح اسطنبول بعود عندهم الليتين وبعدين بروح من اسطنبول على صبانجا مع بعض على هين مزرعة هاي المزرعة اللي استأجرتها صلي اخذتها من قبل بخمستاشر يوم لانه دائما محجوزة وما بتلاقوا مكان ابدا لحتى اه تاخدوها يعني فمن قبل بخمستاشر يوم اه حاكي معهم وحددولي هذا الموعد فمتل ما شايفين هون عم ضبضي بالغراض هون عم ضبضي بالكريمات بالشعر الشغلات اللي بيستخدمها يوميا لبوشي فعم ضبضي بالشغلات اللي كتير ضرورية ما شايفين في عندي هدون العلب هايك صغارة السفر بعبي فيهم مشان ما ياخدوا مساحة العلب الكبيرة وما هيك متل ما شايفين يعني اخدت اختصرت كتير اغراض وهي الشنطة والله يعني الشنطة صغيرة بس ضبت كتير اغراض اه بس يعني تسحبت بالزور متل ما شايفين الشنطة هديك اللون ارمادي حطيت فيها تياب ولادي كمان اخدت لهم جواكيت مهير مع انه انا عم ضبولهم جواكيت عم قول انه بيشو شوب يعني ليش عم باخد لهم هدون الجواكيت وانهم يمكن ما يلبسون بس قلت عن جدي اللي عنده ولاد انه ما بتعرف شو بصير بالزور والحمدلله اللي اخدتهم لانه اللي بتشوفوا جو كيف صغار اللي اخدت لهم هدون الجواكيت لانه استخدموهن هلا هون هتما شايفين هي الشنطة للأحزية حطيت فيها كده الأحزية كتير زريفة لانه بتنحط على ايد الشنطة السفر وهيك يعني الغراد زوجي كمان هلا هون كنت عم ضبيت الغراد من قبل بيوم قال لي زوجي انهم عصرات الصبح مصلي الصبح ومنطلع هيك على شروق الشمس فضبيتهم هيك من قبل بيوم لحتى شوف ازا ناقصني شي انا هيك رايحة جاية اتذكر شي غراد مسلا شاحن تليفون اه شغلات مهمة للولاد دواء كزا اه افتح السحاب وحطهم فيهم هلا هون متن ما شايفين طلعنا على اسطنبول بين قيصر واستنبول في عشر ساعات فهيك على ما هن عم نمشي وكلمة اللي لايك يا عزيزي ننزل نزل الولاد يفودوا على التوارات نشرب شي اه كان الجو كتير حلو يعني احنا وبالطريق يعني الفصور الاربعة شفناها اه شي شوب شي برد هلا هون بهاي المنطقة اسمه بولو كان عم ينزل مطار والغيوم ده قبل الجبال كان الجو كتير حلو صراحة هون بعد ما وصلنا عند اهلي تقريبا وصلنا الساعة الهج كنا كتير تعبانين متل ما قلت لكم في مسافة كبيرة بين قيصر واستنبول عشر ساعات فكنا كتير تعبانين وعملت لنا ماما فطور كان كتير بشهي هون عملت لنا قاتو كتير كتير طيب شايفين هاي الطباق اللي بالنص لزيزة كتير هاي طباق يبارع عن كاسترد ان شاء الله بدي ارجيكم كيفو تصير لاني وصيت ماما على العلبتين كاسترد من سوريا لانهم ملقيت منا ما بعرف اذا فيه ما بعرف اذا انتو بتعرفو الكاسترد اكيد السوريين بيعرفوها هون على الغداء ماما بدي تعملي فريكي وانا قلت لها انو ما بدي ياك تطبخي ابدا ولا تفوتي على المطبخ لانو انا جاي شوفك وما بدنا لا نعود بالمطبخ ولا نطبخ بدي ياكل جاهز نجيب وناكل ونطب ويلا فبعد ما اكلنا واغدنا رحنا على المول ولادي كتير كانوا تعبانين ناموا ضلوا مع ابوان واخي وصلنا على المول تفتلنا وهيك جمنا كم غراض هوني عم سوركم غراض اللي هوني كتير كانوا حلوين اشتركوا في القناة اللي هوني ثاني يوم حبيت ارجيكم الغراض اللي اهلي جابوها من الشام لانو هوني ما كتير بنوجدوا هيك الغراض وانو وجدوا ما بيكون نفس الطعمة جابوني مكسرات صينية كتير هوني بجيب مكسرات صينية بس مو نفس الطعمة اللي بنجيبها من الشام وكمان حلاوة البرج كتير طيبة ووصيت ماما على قالب فلافل ان شاء الله بستجي لعنتي لانو هي رجعت معنا على القيصر بدي اعمل فلافل رجيكم ياها وكمان جابت لي عربتين كاستر هاي اكلت الطفولة دائما كانت مو تساوي لنا وتحط لنا بالبراد وآكلها ان شاء الله كمان بدي اعملكم ياها ومثل ما شفتوا تاني يوم كان غدا نسفيحة وبعب ساوى سفيحة وهون متل ما شايفين تالت يوم الصبح ضبضبنا الغراد وطلعنا على سبانجا اشتركوا في القناة كما شايفين صبايا هي طابقين الطابق الاول اول ما بتفوتي في مطبخ والمطبخ مفتوح على غرفة القاعدة في شمونية في تلفزيون في مكيف كل غرفة في مكيف وهون بتطلع من المطبخ بتفوتي في غرفة نوم فيها تختين وخزانة هي الغرفة اخدها اخي بعدين بتطلع في موزع الموزع في غسالة وفي منشر غسيل وكمان في حمام كبير موزع موزع هي الغرفة هي الغرفة اهلي اخدوها مع انه انا قلت لهم ياخدوا الغرفة الكبيرة هلا بتشوفوها بس ما رضوا يعني قالوا لي انتخذيها هي الغرفة الثانية اولادي اخدوها كمان هيك تختين صغار بس ما في بلكون هي الغرفة الثالثة مع جه الغرفة اليولادي اخدوها فيها تخت بي بي فيها تخت كبير فيها بلكون كبيرة حتى حاطين برا مقعد الحديقة وفيها حمام كمان شكرا اشتركوا في القناة 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 موسيقى موسيقى هنا مصور لكم الجو كيف صار سبحان الله تقول وشته من هنا للساعة 12 وحدة غيوم كلها سدت السماء ونزلت المطر متل ما شايفين الجبل ما عتبين على قدم الغيوم نازلة هيك اللي تحت ومطر ما نقطعت ما شاء الله ضلت يعني من الساعة 12 وحدة هيك للساعة 8 هيو عم تنزل حتى بنا نشوي برا ما عرفنا ويننا نشوي بعدين الحمدلله لقينا مكان يعني هيك انو نحط المشوى وما ينزل عليه مطر متل ما شايفين هنا مصور لكم عملنا تاني يوم شاوي لحمة وشير وبيتنجام فطر هاي يعني المشاوى اللي معروفة وهون عم بعمل ميونيز كتير ميونيز عم بعمله طيب متل طبع المطاعم يعني ان شاء ناكله جب اللحمة والشيشة عندنا اخبار شب تنزل اللحظة مراتنا انا اخبار مراتنا مراتنا تنزل مراتنا سور القارة قناة قامتة قناة 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 هذا المكان. حسيته هربان من افلام كرتون هايدي. خاصة ودقجوا البقارات عم ياك في العشب ومع الليلون برقبتهم جرس. عسيت الاصوات مع المناظر مع الطبيعة هيك كنت افلام كرتون هايدي كتير حبيت. هلا هوني بالليل حبيت اعمل نسكافي بهي القالة. عطيت بالكاسة حليب ونسكافيه ثلاثة بواحد وفوقها من هي القهوة. كانت كتير طيبة مع بسكوت وشيبس وهايك شغلات. اننا برة سهرنا. وتاني بنا نسلم المزرع ع الساعة اي داعش. يعني هاي كانت اخر ليلا بس عن جد كانت ماجيه على بالي اطلع منها على ادماء احبيته ولهم بيكون انتهى الفيدو تبعي اليوم. اتمنى يكون اعجبكم ازا حبيتوه ما اتنسوا وتعملوا الي لك تشاركوا بالقناة بحبكم كتير سلام. اشتركوا في القناة